ونبقى في تاعز حيث ينضم إلينا من هناك مراسل الإخبارية محمد الحذيفي صباح الخير وكيف تصف لنا الوضع الميداني الآن في تاعز في ظل التقدم لقوات الشرعية في مختلف الجبهات الوضع الميداني هناك هدوء شبه الحذر في جبهات المدينة بعد ليلة عنيفة حاولت فيها المليشيات المتمردة مهاجمة معسكر الدفاع الجوي والسعادة المواقع التي خسرتها والذي أصبح معظمه بما نسبته 80 إلى 85% تحت سيطرة قوات الشرعية لسعادته لكنهم فشلوا كما أنها شنت هقوما على جبل الهان الاستراتيجي الواقع غرب مدينة تعز جوبهت بصد عنيف من قوات الشرعية تكبتت خسائر كبيرة تمكنت قوات الشرعية من استعادة الكثير من الأسلحة وأسرت أكثر من خمسة عناصر من عناصر المليشيات المتمردة بملابس نسائية كانوا يجهزونهم لإدخالهم أو تسلل إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الصباح وهم قناصة لكي يتمركزه ويحدث إرباك في الجبهات الغربية لكن قوات الشرعية تمكنت من الأسرهم كذلك لقاءت المليشيات المتمردة إلى القصف العنيف على الأحياء السكنية قصفوا منزل مواطن الذي أدى إلى مقتله وزوجته وإصابة أولاده إصابة خطيرة كما أن هناك معارك تدور الآن في منطقة شرف الصلو آخر منطقة في مديرية الصلو وهي آخر معقل للمتمردين إذا ما تمكن القوات الشرعية من سيطرة عليها وتمشيطها فإنها ستعلن مديرية الصلو مديرية محررة بشكل كامل محمد إنسانيا هل استفادت العمليات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية للمحاصرين هناك في تعز من ساعات الهدنة؟ أم أن هناك عرقلة من قبل جماعة الحوثي وصالح؟ وأرجو الاختصار إنسانيا الوضع يزاد خطورة وسوءا يوم بعد يوم لم يستفد المحاصرون داخل مدينة تعز والذين تحاصرهم المليشيات المتمردة الذي يطالب اليمنيون بإدراجها كجماعة إرهابية منذ أكثر من عامين أعاقت دخول المساعدات احتجزت أكثر من 15 شاحنة مساعدات في محافظة إب المقاورة لمدينة تعز ولم تسمح بدخولها إلى المدينة أغلقت كل الطرق المودية إلى مدينة تعز أعني بها الطرق الفرعية والطرق الملتوية التي يستخدمها المهربون لتهرب ما يمكن تهربه من المواد الغذائية وكذلك من مواد الأدوية للمستشفيات التي أغلقت جميعها ولم يتبقى منها غير أربع مستشفيات تعمل بأدنى حدود طاقتها الوضع الإنساني كارثي المليشيات المتمردة تعيق أي جهود للإغاثة سواء كان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو كانت مقدمة من منظمات إغاثية أخرى وهي بالمناسبة قليلة جدا لا تكاد تذكرها حخاصة المنظمات الإغاثية الدولية التي هي غائبة بشكل كامل عن الوضع الإنساني في تعز ترجمة نانسي قنقر